نهيك عن أنه هناك تخوفات كبيرة من مسألة وجود أحزاب معادية للتوجهات الإسلامية في سدة الحكم البعض تذكر ذكريات مريرة مرت بها الدولة التركية فيما تعلق بهذا الشأن حينما كان يتم منع دخول المحاجبات للجامعات حينما كان يتم منع دخول المحاجبات لأجهزة الدولة وهذا الأمر مثلا نوعا من أنواع الاضطهاد وفقا لرؤية كثيرين داخل الدولة التركية في حين أننا نرى حزب العدالة والتنمية يعني يحتفي بدورات تحفيظ القرآن يساهم في كثير من المشاريع التي تهدف لتربية جيل معتز ومهتمة بالهوية الإسلامية طبعا مع الأسف الشديد الإعلام العالمي الآن يتحدث عن وجود بعض من التوترات في مدن شرق تركيا والبعض يرى بأنه دائما وأبدا هناك محاولات من أجل عمل فتنة سواء بين الأتراك والعرب يذهبون للأتراك ويتحدثون عن خيانة من قبل العرب من أجل إسقاط الدولة العثمانية وتحالف مع الإنجليز وهي أدعاءات باطلة وكاذبة ويذهبون للعرب ويتحدثون عن احتلال تركي ونهب لخيرات الدولة العربية من جانب الدولة التركية إذن نحن نتحدث عن مخطط دائم بشكل متكرر من أجل ذرع فتنة بين الأتراك والعرب ويبدوا بأنهم فشلوا في أن يخلقوا هذه الفتنة بين الأتراك والعرب نظرا لحجم الوعي الكبير سواء لدى الأتراك أو العرب وذهبوا لعمل فتنة بين الأتراك والأكراد هناك بعض من التوترات الكبيرة للغاية الآن داخل بعض من هذه المدن التركية لكن إن شاء الله نأمل في أن يكون دائما وأبدا هناك استقرار داخل الدولة التركية أن يتم وقت أي فتنة تحدث بين مكونات الشعب التركي هذه الدولة التركية في حاجة ماسة وملحة للأتراك والأكراد والعرب ولكل القوميات